بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أب القاسم محمد الله صلى على محمد وآله محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اسمعوا هذه الآيات بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الله يقسم بالفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر لعقل واحد عنده عقل هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أعيدها عليك الذين طغوا يتكلم عن حضارات أفسدت في الأرض وحكومات دمرت فأين هي الآن قرآن يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني الحضارة التي وصلوا إليها إلى اليوم لم يصل إليها أحد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ينحتون من الجبال بيوتا جابوا الصخرة بالواد ثم يستعرض حاكم في مصر كان يعذب الناس بالأوتاد يأخذهم على الأرض ويثبت الأوتاد يثبتها بأيديهم المسامير الطويلة فسمى فرعون ذي الأوتاد هاي صفته وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وهاي صفة الطواغيت دائما الفساد الاستهتار لماذا؟ لأن الناس إذا حملوا الأخلاق والإيمان لا يستطيع الطاغوت أن يحكمهم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم هذه السياسة الفاسدين فرق الناس جعلهم شيعا استضعفهم يستضعف طائفة منه يذبح أبنائهم ويستحيي نساعهم طفل يولد من بطن أمه يأخذ يذبح شايف شون؟ قسوة وغلدة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ هذه يخليها بقلبك هذه الملاحظة فَصَبَّ عَيْفَاءِ التفريع يعني الذين أفسدوا لم يفلتوا من قبضة الله سبحانه وتعالى بس هيخليها عندك لأن نحتاجها بالبحث فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ لا تصور الحياة فوضى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ليس الفقر لإذلال الإنسان وأنه ما إلا كرامة عند الله وليس الغنى لكرامة الإنسان الفقر والغنى ما إلا علاقة بالوضو الموازين عند الله تختلف إن أكرمكم عند الله أتقاكم الإيمان وأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قدر من التقدير يعني قدر عليه رزقه مثل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه بعض الناس يفسره يعني تصور الله ما يقدر عليه هو موش هذا نبي معصوم فظن يعني اعتقد أن الله لا يقدر عليه يعني ما رح الله يظلمه ويخليه في الظلمات أيام وليالي وسنين بالفعل الله استجاب له وأخرجه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه امتحان امتلاه امتحان فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا يعني أهانني كلا هاي الفكرة مرفوضة كلا شوف المبادئ اجت كلا التكريم وين والإهانة كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين هاي المبادئ والقيم مو المال والفلوس لا اليتيم عندكم مكرم المبادئ محفوظة الأخلاق موجودة كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراثة أكلا لما وتحب تعبير سبحان الله الزهراء كأنها الآن أمام عينك والله العظيم فابشروا بسيف صارم تركتم عليا أمير المؤمنين الزهراء تقول تركتم إمامكم تركتم بيعة الغدير وذهبتم إلى السقيفة إذن فابشروا بسيف صارم وبعد وصطوة معتد غاشم معتد يعتدي عليك غاشم لا عند فكر ولا عقل ولا إنسانية ولا رحمة ولا خوف من الله هذا الغاشم وصطوة معتد غاشم وبعد قالت واستبداد من الظالمين يدعو فيأكم زهيدة فيأكم أموالكم النفط الخيرات الزراعة كلها تكون زهيدة ما هي الحقيبة موجودة إن تعايش على بحيرة من النفط ومحتار بلقمة العيش يدعو فيأكم زهيدة وجمعكم حصيدة دماء قتل وتدمير في كل مكان وجمعكم حصيدة فيأ حسرة لكم الزهراء تقول فيأ حسرة لكم وأنا بكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون الله خلقكم أحرار لكن قدروا هذه الحرية أنلزمكموها وأنتم لها كارهون كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي طبعا أهل البيت يذكرون هذا الإنسان من هو اللي ضرب الزهراء سلام الله عليه يقول يا ليتني لأن هذه السورة للحسين هو القرآن كله للحسين ولأهل البيت الإمام هو القرآن الناطق لكن في سور خاصة الإمام الصادق يقول قرأوا سورة الفجر جعلوها في نوافلكم وفرائضكم فإنها سورة للحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه الله صلى الله عليه وآله محمد شوه التعبير سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك يعني جاء أمر ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم سبعين ألف ملك يقودون جهنم بالسلاسل شون هذا يوجيء يومئذ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنه له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي هاي الحياة الأبدية الآخرة مو الدنيا هناك يقول صفر اليدين ما عنده شيء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ثم راحل أبو السجاد تسمع؟ يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك هاي نفس الحسين هنيئا لكم أحبابي شوف الله ماذا يقول للحسين يا أيتها النفس هؤلاء الذين قتلوك أبا عبد الله وحاربوك وقتلوا أمك وأباك وأخاك وأحرقوا بيوتكم انظر إليهم أينهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي في كل القرآن الله ما ينسب الجنة لنفسه إلا جنة الإمام الحسين في كل القرآن ما يقول الله جنتي جنات ونعيم لكن عند الحسين يقول جنتي لأن الله هو الذي قبض روح الإمام الحسين بيده يوم عاشورا نزل النصر على الحسين الله كلمه مباشرة قال يا أبا عبد الله هذا النصر على رأسك تختار النصر أم تختار لقاء الله قال يا رب أختار لقاءك فارتفع عن دص هذه كلها دروس وعبر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أيها العينان أيها الزهراء تقول هذا الشعر للزهراء أيها العينان فيضا واستهل لا لا تغيظ أيها العينان فيضا واستهل لا لا تغيظ وبكيا بالطف مذبوحا على الترب رضيضا وبكيا بالطف مذبوحا على الترب رضيضا لم أمرضه فأسلو لا ولا كان مريضا بكيت لرسم الدار من غرفاتي وعذريت دمغ العين بالعبراتي بالعبراتي وفك عرى صبري وحاجة صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفانس للدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات فأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانيين في الأقطار مفترقاتي سأبكيهم ما حج لله راكب معنى عالي عالي سأبكيهم ما حج لله راكبون وما ناح قمري على الشجرات وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات وإني لمولاهم وقال عدوهم وإني لمحزون بطول حياتي قبور بطول حياتي قبور بجنب النهر من أرض كربلة معرسهم فيها بشط فراتي توفو عطاشا في الفرات توفو عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي وفاتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات تخاطبه زينب مقروحة القلب تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويهزأ فينا شامت وحقود أخي إن قلبي بات للوجد عنده مواثيق لم ينقض لهن عهود أيصبح ثغري بعد يومك باسما هذه الأبيات طلبت منا أيصبح ثغري بعد يومك باسما أبا عبد الله وينكت ثغر الفخر منك يزيد أخي يا ثغر الرضعت ويا الخوة من ثدا يومي ويا وجه العلم القايز وينجي لهمي ويا روح الذي برداري حتوالدي وعمي أخي يا مفقود هم بيك الزمان يعود وهم طيب اليالي وترد لي نردود وهم ياتي الفرح وانزعه دوم السود مضت وشمولها لنا الفلك طره بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر إيمان يحتاج إلى الحق والعمل يحتاج إلى الصبر تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والحق هو أمير المؤمنين سلام الله عليه لاحظوا أيضا وهو ميزان الأعمال السلام عليك يا ميزان الأعمال ويقول الحق سبحانه وتعالى الله يقول والوزن يومئذ الحق هنا أحبتي مقدمة قصيرة للبحث أول شيء يجب أن نلتفت إليه أن الانتصار للحق وللإيمان والصدق الأنبياء هم المنتصرون والفراعنة هم الخاسرون المنهزمون الطغاة دائما هم منهزمون الأنبياء الأئمة أهل الإيمان أصحاب الحق لماذا؟ لأن الإيمان أقوى من الكفر والعلم أقوى من الجهل الآن نحن في عالم الطبيعة أمثلة بسيطة في عالم الطبيعة معروف يعني الحديد يغلب الحديد يغلب الحجر يغلب الجبل والنار تغلب الحديد والماء يغلب النار هذا شيء موجود معروف يعني لكن في عالم المبادئ اليقين يغلب الشك والإيمان يغلب الكفر والصدق يغلب الكذب والحق يغلب الباطل لاحظ أخذ هذه أمامك هذه السنن وقوانين موجودة في الكون لا يمكن أن تتغير أو تتبدل مستحيل الله سبحانه وتعالى أقام الكون كل على هذا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا ميزان الحق كل شيء قائم على الميزان الحق فمعناه الانتصار لأهل الإيمان ولذلك القرآن الكريم يقول وإن العاقبة للمتقين في آيات أخرى والعاقبة للمتقين العاقبة يعني آخر شيء في الدنيا أن المتقون هم أهل الأرض والمتقون هم أهل البيت وشيعتهم تعرف هذا الشيء هذا هدية إلك تعرفها ولا ما تعرف من الإمام الحسين من المتقين الذي يترك علي بن أبي طالب يترك أمير المؤمنين لا يقال له متقي ما يقال المتقي هذا المتقي هو الذي يتمسك بولاية أمير المؤمنين يتمسك فيها أبو ذر دخل عليه عثمان بن عفان فلم يجد في بيته شيئا سوى حصير وإبريق للوضوء وحجر ينام عليه قرأوا التاريخ شوفوا هذا أبو ذر فقال له يا أبو ذر لم أجد عندك شيء يدل على أنك ميسر أمور قال أنا أغنى رجل في العالم عثمان قال كيف أغنى رجل في العالم قال أنا غني بولاية بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله رجل 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 فأنا غني يقول وهذا الواقع يعني أنت عندك هذه الولاية أحبه ولاية أمير المؤمنين هي ولاية الله وولاية الرسول فنحن نركز من هنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكل أقول المؤمنون والمخالفون قالوا أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين لأنه تصدق بخاتمه وهو راكع يؤتون الزكاة وهم راكعون الآن أنت لما تعطي الزكاة يعني تركع وتدفع الزكاة للفقير إذن هذه قضية خاصة لأمير المؤمنين سلام الله أعطى أشار له ومن الآية ومن كلام رب العالمين أن أمير المؤمنين أشار للسائل لكن لم يذهب قلبه عن الله لأن هذا تأكيد في القرآن الكريم فوين القضية مو أنك تقرأ الآية فقط الآية أن هناك فقير أن هناك فقيرا ضعيفا جاء يسأل الناس فأمير المؤمنين أعطاه خاتمه مساعدة فقير وقضاء حاجة فقير نزلت آية الولاية ملتوت ولا ما ملتفت الولاية وين إجت الآن في صورة أنه فقير يستجد يستعب هنا الولاية هذه الولاية صورة الدهرة أين نزلت في ثلاثة في ثلاثة أنماط في ثلاثة أشكال أو أنماط من المجتمع ضعفاء مسكين ويتين وأسير ثلاثة ضعفاء نزلت صورة الدهر هل أتى على الإنسان يحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهناك نزلت عندما أطعم الطعام أمير المؤمنين سلام الله عليه مرض الحسن والحسين وهذه فيها حكمة تفت عندما يمرض الإمام المعصوم فيها حكمة خاصة لازم تعرف فمرض الحسن ألو الحسن والحسين سلام الله وعادهما رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ومعه بعض الصحابة فقالوا لعلي أمير المؤمنين يا علي لو نذرت شيئا لشفاء الحسن والحسين قال عند شفائهما إن شاء الله أصوم لله ثلاثة أيام الزهراء قالت أنا أصوم ثلاثة أيام الإمام الحسن قال وأنا أصوم ثلاثة أيام الحسين قال وأنا أصوم ثلاثة أيام عندهم جارية فضة عمرها عشرين سنة من الحبشة من أثيوبيا موجودة الله جعلها موجودة فيها القصة حتى لا يقول أحد مننا احنا ما نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى اللي عند أهل البيت الله جعل فضة رسالة إليك يعني أنت تستطيع تجعلهم قدوة وأسوة إليك ما تصير مثلهم قطعا هذا شكل آخر لكن عملهم تستطيع أن تقوم بنفس العمل وصاموا ثلاثة أيام ما عندهم شيء وهذه الأيام وين يوم ثلاثة وعشرين ذو الحجة واربع وعشرين ذو الحجة وخمسة وعشرين ذو الحجة فماذا يصنع أمير المؤمنين ذهب شو أمير المؤمنين روح إلى كل ذهب إلى رجل بعض الرواية رجل يهودي كان في المدينة وأخذ منه جزة صوف شايف الجزة من الصوف أنها أنها تغزل له وأعطى ثلاثة أصوع جمع صاع من الشعير يعني كل صاع شنو كيلو وين ثلاث كيلو فأمير المؤمن أخذ جزة الصوف وثلاثة أصوع من الشعير وجاء إلى فاطمة الزهر هذا في بيت أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لكن لاحظ التركيز التربوي ماذا يعني هذا سلط ثلط الضوء عليها عقلك وفكرك وأنت أمير المؤمنين يحمل بيده جزة صوف وبيد الأخرى ثلاثة أصوع من الشعير جاء إلى فاطمة الزهر قال يا فاطمة هذه أخذتها من فلان اليهودي أو واحد من أهل المدينة هو اليهودي وأعطاني ثلاثة أصوع فنحن كل يوم صاع أنت يا فاطمة تطحنين صاعا من الشعير وتخبزينه فنتفطر عليه هذا فطور ثلاثة أيام فالزهراء ماذا صنعت أخذت جزة الصوف قسمتها ثلاث أقسام ثلاث أثلاث أخذت ثلث فغزلته الزهراء تغزل الصوف لليهودي هذا يبقى يهودي شوف تاريخه ما الذي صنعته هذا يكون من أعظم المؤمنين بالله هو برسوله هو بأهل البيت فقامت تغزل بمغزلها مغزل أو مغزل أو مغزل ثلاثة لغات فيه قامت تغزل بمغزلها الثلث الأول أكملت الغزل خلاص أخذت صاع الشعير انتبت صار صاع الشعير حلال عليهم الآن وهم الكون كله بخدمته يا سبحان الله فأخذت صاع الشعير طحنته واختبزته ثم وضعته عنده وقت الأفطار أمام أمير المؤمنين والحسن والحسين وفضل وجلست معهم فبدأ أرادوا أن يأكلوا طرقة الباب شوف الامتحان أنا مسكين يا أهل البيت وجائع أعطوا طعامهم كله خمسة أرغفهم خبز الشعير وهم خمسة أعطوه للمسكين وشربوا ماء واصلوا الصيام لأن ما يجوز تواصل الصيام من دون ما تشرب وتأكل تواصل الصيام من دون أكل يومين وثقاثة ما يجوز حرام لازم تشرب شيء فهم شون الشيء الماء موجود فشربوا ماء في اليوم الثاني قامت الزهراء أخذت الثلث الثاني من الصوف أه وغزلته بالمغزل أو المغزل إلى أن أكملت الغزل فأخذت الصاع الثاني طحنته واختبزته بيدها صار وقت الأفطار طرحته على الماعدة أمام أمير المؤمنين طرقت الباب صوت منكسر ضعيف الدمعة بصوته ممزوجة يتيم يا أهل البيت أنا يتيم شوف اليتيم شون يكسر القلب فقاموا أعطوا طعامهم كله وشربوا الماء واصلوا الصيام في اليوم الثالث هذا قرآن سورة الدهر قرأوه سورة الدهر هذه سورة الإنسان في اليوم الثالث قامت الزهراء أخذت الثلث الثالث من الصوف الباقي وغزلته أنا أكد لك على غزلته التفت لأن عندي شغل بهالك لما أغزلها خلاص لما أكملت الغزل إذن هذه جزة الصوف كلها غزل فقامت الزهراء للصاع الثالث وطحنته واختبزته ووضعته على الخوان على المائدة طرقت الباب ذي كل لحظة أنا أسير هذا الآن كافر يعني المسكين مسلم واليتيم أيضا مسلم ويتيم هو بس هذا أسير كافر يعني صنم فما قالوا أنت عباد صنم ما يجوز نعطيك طعام أنت ما تذكر الله قاموا أعطوا طعامهم إليه ملتبت بعض الناس يريد يتبرع بشيء يعطي الواحد فيسأل أولاده أو العائلة أبوكم يصلي ولا ما يصلي هذه موجودة إذا طفل صغير ما يعرف الآن الطفل إذا تقول لأبوك يصلي أو ما يصلي الطفل يأخذ الكلمة الأخيرة من عندك يرددها مو عن قصد يقول لك ما يصلي قل لأبوك ما يصلي أو يصلي يقول لك يصلي لأن يأخذ آخر كلمة فهو يمشي عليها آه ما يصلي أبوكم إذن ما نعطيكم هذه ما نفكر فيها أحبابي الأسير الأسير كافر عابد وثن عابد صنم أهل البيت أعطوا أفطارهم كله ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزان ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسهر وراء سبحان الله شوفوا الدقة الآن هذا المغزل هذه مفردات نحن مجلس الزهراء سلام الله عليه بتعرف هذا المغزل ماذا يعني حبيبي المغزل كان وإهل البيت محتضين فيه مغزل الزهراء الرسول يقول لها ابنية فاطمة علم النساء على المغازل فإن المرأة إذا برمت مغزلها كان له دوي في العرش يقول لها هذا الكلام شنو معنى هذا حبيبي تفكرون فيه ولا ما تفكرون فيه الآن يجي واحد سطحي كل شي يصير الآن السطحيين ما أكثرهم مثل اليوم أسمع أحد الكتاب العراقيين يستهزئ بقصة أصحاب الفيل ويقول هذه ما لها صحة وكيف الله يبعث حجارة على تعبيره ويقتل جيش مسيحيين لأن ابراه الحبشي كان مسيحي يقتل مسيحيين من أجل وثنيين وهذا كاتب عراقي يعني وين انت شنه الخلط تخليط هذا اللي انت تقوله الله يقتل المسيحيين من أجل وثنيين يعني أين أين صارت الكعبة أين بيت الله الحرام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود في ركع سجود في موحدين ما انقطعوا عن البيت الحرام دائما صلاة ودعاء وبكاء دائما موجود صح الأصنام كانت موجودة على ظهر الكعبة لكن هذا نص قرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل من البيت ربنا تقبل منا شوفوا القصة وين أحبتي فوين عبد المطلب سلام الله عليه أيها الكاتب العراقي المحترم عبد المطلب كان وثني إبراهيم كان وثني إسماعيل كان وثني هذا البيت كله انت اعتبرت وثنيين وشلون الله سبحانه وتعالى يبعث حجارة يقتل جيش مسيحي من أجل ينصر وثنيين يعني سطحية مبتذلة ما مطلوب منها إلا التشكيك في أذهان الشباب بس هذا بيت الله الحرام أحبابي من آدم إلى يوم القيامة فيه ركع سجود طواف ما انقطع عن كعب نهائيا ثم عبد المطلب قال لإبراه الحبشي لما أخذ السرح سرح الإبل وراح يطلب الإبل وإبراه قال تجئت تطالبني بالإبل أنا تصورته كرجل حاقل نحن جايين للبيت نهدم البيت قال أما أنا فرب الإبل أنا رب الإبل أنا صاحب الإبل وللبيت رب يحميه هذا عبد المطلب وثني أنت الكاتب هالشكل تحكي يعني تضرب شي اسمع الله ينصر المسيحيين على وثنيين يعني منتهى السطحية مع الأسف هذا الفكر اللي يقدموا لشبابنا الآن هالشكل تشكيكات وشبهات إثارة شبهات وبس ما في غير ذلك وهذا تكذيب للقرآن مشكلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أنت تكذب القرآن وتكذب الله تستيزئ فيه على كل حال أسأل الله له الهداية ما أقول شي أنا أريد له الهداية لأني لا أعرفه الرجل بس اليوم سبحان الله شبهت في أحد المواقع الاجتماعية يتكلم هالشكل كلام يرمي وكأنه شيخ العباقرة مع الأسف الشديد ترك القرآن وترك أهل البيت وترك عبد المطلب وترك أمير المؤمنين ولادته كانت في الكعبة وكلها كلها وفاطمة فاطمة بنت أسد وأم الإمام أمير المؤمنين ماذا قالت قالت اللهم إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من كتب ورسل ومؤمنة بنبوة نبيك إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنا بيتك العتيق اللهم بحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي فانفرج لها الباب انفرج لها الجدار جدار الكعبة ودخلت داخل داخل الكعبة وأطبق عليها وبقيت ثلاثة أيام داخل الكعبة ثم خرجت بيدها علي أمير المؤمنين يطفح وجهه بالبشراء اللهم في مسجد ما يطلع صوتا من الجدران الآن أنت تخاطب العالم مكشوف على كل العالم الكرة الأرضية تسمعك كلها وإن ما كان فما ممكن أحبتي نبقى هكذا يعني يجب أن نستعد لحمل الفكر الإسلامي الصحيح لحمل الكلمة الطيبة إلى العالم العالم في انتظاركم والله العظيم أحباب انطلقوا من كربلاء المقدسة احملوا أقلام احملوا كلمة عودوا نفسكم على الخطابة على القراءة على الإلقاء الصحيح حتى تنطلق في كل العالم تعلموا لغات أخرى يعني مو فقط اللغة العربية تعلموا لغات أخرى أي لغة اللي يمكن العالم يحكي فيها فرنسية انجليزية أي شيء آخر هاي اللغات موجودة الله يبارك فيكم ويحميكم شوفوا المسألة شوفوا المسألة فالمغزل أحبابي هاي المفردة أنا أقولكم على المفردة ماذا يعني مغزل الزهراء وماذا يعني أن الإمام السجاد في مجلس يزيد بن معاوية يزيد قال للإمام زين العابدين قال ما نهب منكم نرده عليكم الإمام قال وأن لكذلك وأخذ منا مغزل أمنا فاطمة فطلع المغزل أخذ الإمام زين العابدين مغزل الزهراء ماذا يعني أن يكون إذا المرأة برمت مغزلها كان له دوي في العرش شنو معنى دوي في العرش المغزل معنى يعرفها الكلمة هذه الزهراء لما تقعد تغزل جزة صوف مو يعني والله بس تريد تاكل خبز الشعير هي وأولادها تريد تحط درس للأجيال تحط درس لشعوب الأرض كيف تعيش هذه الشعوب الاستقلالية والاستقلال كيف تعيش الشعوب الاكتفاء الذاتي تعرف للشعب الهندي هو يقول اني تعلمت من الحسين كيف اكون مظلوم فانتصر اقرأوا كتاب غاندي قصة التجارب مع الحقيقة ما اريد اذكر اسماء اخرى بس موضع الشاهد اخذ هذه قضية المغزل اخذها من الزهراء والتفت الى الشعب الهندي ذاك اليوم كانوا خمسمائة مليون قال لهم اذا اردتم ان تخرجوا من الاستعمار البريطاني من الانجليز اغزلوا ملابسكم بايديكم هاي الشركات البريطانية والانجليز تركوها ما ناخذ ملابسكم ما نريدكم واذا الشعب كله يغزل ملابسه وهو غاندي قام يغزل ملابسه بيده ما الذي صار انتصروا لما انتصروا المغزل اشارة للاكتفاء الذاتي انت اذا ملابسك من نسيجك انت تنسجها من مغازلك من مصانع النسيج اللي عندك الخبزة التي تأكلها رغيف الخبز من ارضك ما تنتظر يبعثون لك اطحين وقمح من بره من الخارج يكون عندك حكام امناء على الله وعلى الرسول وعلى اهل البيت وعلى الشعوب المستضعفة يكون هكذا وتشوف الخبز اللي تأكله من ارضك وملابسك انت تصنعها بعد ما تحتاج احد ما يقدر احد ان يسيطر عليك ويذلك مثل ما نشوف الان المسائل وين صار فالمغزل عند الزهراء لهذه الاشارة لهذه الاشارة اشارة احبابي مع الاسف الوقت يحاصرني بسرعة يعني هشك الكلمتين خلصة السحر يعني شوف شوف المسائل اللي اقول لكم فيها دائما القرآن الكريم يضع حدود وبرامج للاكتفاء الذاتي هذا مثلا ذو القرنين نبي من الانبياء مر على ثلاثة الوان من المجتمعات على ثلاثة مجتمعات مجتمع 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 المجتمع الاول كانت مشكلتهم الظلم حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئ يعني بالبحر ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسن قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب النكر واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرى اذا هذا المجتمع مشكلته الظلم كان فقام ذا القرنين وضع العدالة الاجتماعية وضع مناهج اجتماعية قائمة على العدل قضى على الظلم بالكامل فعاش الناس سعداء لان العدل ينسق القلوب تقول فاطمة الزهرة ثم انتقل الى مجتمع ثاني كانت مشكلته اقتصادية ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة سبحان الله لا ملابس عدوم ولا بيوت يسكنون فيها يعني سترهم الشمس الله يقول عنه لم نجعل لهم من دونها سترة عدهم مشكلة اقتصادية المجتمع الاول مشكلته سياسية حلها ذو القرن هذا المجتمع الثاني مشكلة اقتصادية فقام وضع لهم برنامج اقتصادي علمهم الزراعة علمهم كذا علمهم كذا مثل يوسف الصديق سلام الله عليه وضع خطة لسبع سنوات تزرعون سبع سنين دعب وخلص مصر وكل ما حول مصر من المجاع والفقر والدمار هاي كلها موجودة في القرآن كذلك كتاب امير المؤمنين لاهل المصر عند مالك الاشتر يقول ارسله الى مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها جباية الخراج اقتصاد جهاد العدو السياسة استصلاح الاهل تربية عمارة البلاد حضارة شوف هالا اربعة امير المؤمنين يذكرها في اول كتاب مالك الاشتر جباية الخراج هذا الاقتصاد الاسلامي جهاد العدو هذه السياسة النظام السياسي ما يسمح للاخرين ان يسيطرون عليك وعلى اموالك وخيراتك بعدين استصلاح اهلها ما قال اصلاح لا اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد استصلاح الاهل ثم عمارة البلاد شوارع المدون الانهار تجري الاشجار عمارة البلاد فلذلك نحن عندما نتكلم عن كربلا نحتاج ان يكونوا هناك عمارة في كربلا مو عمارة يعني بنائه تعمير للارض تعمير الارض الان احنا بالطريق جايين بالطريق في نهر كله مزابل يعني يمكن عشرين دقيقة السيارة تمشي فينا وانا اعين كل مزابل في كربلا المقدسة التفت وانا كلامي مع المسؤولين في بغداد هنا المسؤولين اذا سمعوا وتأثروا شيء اخر ما اعني جهة معينة التفت لكلامي انا لما اتحدث واقول انتم تنتجون النفط عشر ملايين برميل في اليوم ما اقصد ناس قاعدين بكربلا التفت للكلام كيف انا اطرحه وكيف اقوله لانه صايرين في عالم سبحان الله ما لك حق تتكلم لازم يظلموك يضربوك على رأسك وانت تكون خانع وذليل وخلاص ولا ترفع صوتك ولا انت مشاغب وتدور فتن وتدمر العالم وتقسم المجتمع ما يصير هذا الشكل حبيبي ما ممكن ما ممكن انظر الى كلمة الحق وقولها واحفظ عقائد الناس واحفظ حقوق الناس واجعلهم هكذا فهذا امير المؤمن سلام الله فذو القرنين هذا المجتمع الثاني حل مشكلتهم اقتصاديا راح الى مجتمع ثالث حتى اذا بلغ بين السدين بين جبلين وهناك شاف قوم موجودين قبائل لا يكادون يفقهون قولا يعني عدهم مشكلة ثقافية وبعدين مشكلة ثانية عدهم يتعرضون لغزو ثقافي وعقائدي وعسكري فقالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض هذولي يهجمون علينا كل سنة يأخذون محاصيل الطعام يفسدون شبابنا ماذا نصنع له قال انا هذا المكان اللي تشوفوا يدخلون من عنده بين جبلين راح اسد فهل نجعل لك خرجا يعني عدهم فلوس مشكلة موقتصادية يقولون لذي القرنين فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد قال ما اتاني يا ربي خير فاعين فاعين فاعينوني اجعل بقوة اجعل بينكم وبينهم رد ما اكبر من السد وبالفعل اتوني زبر الحديد وجمع زبر الحديد بعد ان شعل النار تحته ثم القى علي صب الصفر فوقها يعني هذا عمل كيماوي واذا اصار جبل من الحديد الفول هذا جبل واحد قطع واحد عملاقة لا يستطيع احد ان يخرق فما استطاع ان يظهروا وما استطاع له نقبة تفت لهم قال هذا العمل التفت اليه قالوا ماذا تقول هذا القرنين قال هذا العمل اشار لظهور الامام صاحب العصر والزمان قال هذا رحمة من ربي هذا السد اللي انا بنيت الكوميا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي اجل امام المهدي جعله دكاء وكان وعد ربي حق تفت فاحبابي نحن في قضية الزهراء صلوات الله وسلام عليها تعطينا الامل والرجاء ان المستقبل للحق والمستقبل لاهل البيت والمستقبل للإيمان العاقبة للمتقين لان الارض تقع بأيد المتقين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الارض للصالحين فاللي يعرف هذا المعنى حتى لو قطعوا يمينه وشماله يقول والله ان قطعتم يميني اني احام ابدا عن ديني شوف وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين هذا باب الحوائج ابو الفضل العباس ملكوت الجمال ملكوت العلم ملكوت الشجاعة لا يرد احدا من باب باب الحسين سلام الله عليه ابو الفضل وشنون الزيارة لما تزوره تمر عليه وتزوره سلام الله الامام الصادق يقول سلام الله وسلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي يعني صباحا وتروح مساء فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن امير المؤمنين اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لمن لخلف النبي المرسل للحسين والسبط المنتجم والدليل العالم من الامام الحسين والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم فجزأك الله عن رسوله وعن فاطمة الزهراء وعن امير المؤمنين وعن فاطمة وعن الحسن وعن الحسين افضل الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولا تأمره اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك شوفوا الدروس الدروس حبيبي مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين يا عبا الفضل بعد ذلك يقول له فلعن الله من قتلك هاي التفت الها في زيارة اخرى لعن الله امتا قتلك هنا فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من جهل حقك يعني الجهل ما مسموح به واحد يجهل العباس يجهل الامام الحسين الجهل ما مسموح به لان الامام الحسين وجوده ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الظلالة فالامام فالامام الصادق يقول لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك يستخف بحرمته روحي لك الفداء يا عبا الفضل العباس في ساحة المحشر الامام الصادق يقول ابو بصير من أصحاب الامام يوم ثلاثة ما بين على الامام الان حضر الامام سعله قال يا أبا محمد أين كنت قال سيدي عندي أهلي كان عندها مخاض ضربها الطلق وانا تأخرت أكون قريب عليها قال ووضعت الامام الصادق يسيله جابت ولدت ووضعت قال نعم سيدي قال ماذا وضعت أبو بصير قال سيدي وضعت بنتا أنثى الامام التفت لا قال وسميتها قال نعم الامام قال ما سميتها أبو بصير قال سميتها فاطمة أبو بصير يقول أنا لما قلت الكلمة للإمام الصادق تغير وفاضت عيناه بالدموع قال يا أبا محمد بحقي عليك لا تصح في وجهها ولا تضربها فاطمة سميتها فاطمة ثم صاح آه 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 ثلاث مرة فاطمة فاطمة أهل البيت يذكرونها الإمام الجواد عمره ثلاث سنوات جالس وين جالس عند حجر إسماعيل الإمام الرضى سلام الله عليه يقول لموفق اللي معاه رجل اسمه موفق الخادم يسموه هو من تلامذة الإمام قال اذهب إلى أبي جحفر وجيب أبو جحفر الإمام الجواد ذهب ورجع قال سيدي رأيته حزين جالس الإمام جاد عمره ثلاث سنين جالس عند حجر إسماعيل ويبكي فإجاء الإمام الرضى سلام الله عليه مر عليه قال يا أبو جحفر روحي في داك يا نور عين لماذا تبكي قال يا أبو أنا حزين على أمي فاطمة أفكر من ضربها ومن كسر ظلعها ومن أحرق بابها ومن أسقط جنينها شوف هذه الزهراء روحي في داك ففي ساحة المحشر الإمام الصادق يقول تأتي فاطمة نداء من العرش يا أهل العالم أيها الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد يقول تأتي بهيئة خاصة ناشر بيدها اليمنى ثوبا مضمخا بالدم في يدها قميص مصبوغ بالدم أسمع هذا لمن القميص فجاءت بهذا القميص جبرائيل يدنو منها فيراها واضع شيء تحت ردائها يقول لها يا بنت محمد يا نور العيون هذا القميص لمن هذا للحسين سلام الله لكن أنت يا زهراء عندك شيء تحت ردائك يقول فتستخرج كفين قطيعين تقول أي ربحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين للعباس صلوات الله وسلامه عليه قضية الحسين أحبابي قضية أبو الفضل عباس وكربلا تنطلق من بيت الزهراء روحي فداها من بيت فاطمة قبل أن تقضي نحبها خديجة فاطمة كان عمرها خمس سنوات فتقول لها ابنية خديجة تنادي الزهراء تقول لها ابنية وتنظر إليها وتبكي أسماء بنت عميس قريبة على خديجة تقول لها تبكين يا خديجة تقول والله أنا أبكي على ابنتي فاطمة الآن عمرها خمس سنوات فإذا كبرت وتزوجت الفتاة تحتاج أمها تكون معاها ليلة الزواج فأنا قلبي منكسر عليها قالت لها أنا سأكون مكانك يا خديجة إذن يا فاطمة اذهبي إلى أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة تقول لها وقولي له يعطيك أو يكفنني بالدثار الذي كفنته به لما نزل عليه الوحي يا أيها المدثر فجاءت الزهراء وأخبرت أباها بأمنية أمها خديجة قالت أبتها يا رسول الله أمي خديجة تسلم عليك وتقول إذا قضت نحبها كفنها بالدثار الذي دثرتك به لما نزل عليك الوحي في سورة المدثر فقام الرسول يهيئ الدثار جبرائيل هبط هذا الكلام وين بمكة قبل ولادة الحسن والحسين الزهراء كان عمر خمس سنوات فجبرائيل نزل بخمسة أكفان من الجنة الآن أنت تعرف القصة وين صارت قدمهم للرسول الله قال يا رسول الله العلي العلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك هذه أكفان خمسة هذا كفا لخديجة وكفا لك يا رسول الله أي والكفن الثالث لعليين أمير المؤمنين بقوا كفنين قال الكفن الرابع لابنتك فاطمة بقى كفن واحد قال الكفن الخامس لولدك الحسن فبكى رسول الله قال حبيبي جبرائيل وولد الحسين الحسين ما إلى كفن ما كفنوا ما غسلوا ولا لفوه في كفن أبدا لذلك الإمام صاحب العصر والزمان كلمة الدعاء الله يبارك فيكم يا جد فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك يا جد تدير طرفا خفية إلى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهالي فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا جواد الحسين كان ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظر نسر جعله ملويا برزنا من الخدور على الخدود إلى طمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرة فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تضلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل انحنت عليه تقبله وتنادي كلمني يا نور عيني كلمني بحق أمنا فاطمة وأبينا علي فتح الحسين عين رأى أخته زينب منحني عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني قال أخي والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فاكر بي وخي عودي إلى الخيم واحفظي لعيالي وأطفالي تقول لانا بعيني انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسأتشت لك أطفالك تعرف لماذا قرأت لكم هالمصيبة لأن الليلة أريد أخذك لبيت الزهراء سلام الله عليها دقائق دقائق فهمت كيف الليلة سابع المجلس وهذه قراءة أريد أقرأها أهديها لأبي الفضل العباس سلام الله عليها روحي له الفداء أسماء بنت عميس تحدث هاي مقدمة لهذه وكله نور واحد تقول كانت الزهراء في يوم وفاتها كأحسن ما تكون عليه المرأة أسمع قامت غسلت رأس الحسن والحسين لبستهم ثياب قالت لهما أخرج خلف أبيكما علي قامت لزينب روحي فداء لبستها ثياب أرسلت إلى بيت أم سلم راحت زينب البيت أم سلم احتضنتها قبل أن تبعث البيت أم سلم احتضنتها قبلتها تشمها وتقول لها زينب نور عيني كل ما في البيت لك أنت إذا أنا رحت أنت رح تصيرين أم البيت تديرين بالك على أخوتك على الحسن والحسين وزينب تبك لكن ما تخالف أمها راحت عند أم سلم الآن أسماء بنت عميس تقول فقامت الزهراء اختسلت ولبست ثيابها الجدد وهي الطعام للحسن والحسين وأمير المؤمنين وقالت لها يا أسماء إذا جاء الحسن الحسين قدمي هذا طبق الطعام لهم للغداء وأنا داخل في حجرتي هذه أصلي أناديني إذا سمعت صوتي وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله هاي أم المصايب روحي في داها ضلح مكسور ما تقول للأمير المؤمنين ضلعي مكسور تدريب هذا الشيء ولا ما تعرف حبيب الجسم في أعضاء داخل البدن وأعضاء خارج البدن يعني مثلا الأصابع واليد خارج البدن مو صحيح لكن الظلوع وين داخل البدن الآن إذا كسر إصبعوك الله يحفظكم جميعا الإصبع لما ينكسر في ألم شديد لكن الظلع سبعين ضعف ألم الإصبع شايفين ولم شايفين وخصوصا إذا المرأة كانت شابة في عمر الورد عمرها 18 سنة فالألم أشد يكون عندها وخصوصا إذا كانت تخفي هذا الألم ما يظهر عليها فتلتفت إلى فضة تقول لها أفرشي في وسط الدار يا فضة وهي سبحان الله أنت يا سيدتي ما تستطيعين أن تحملين الفراش لا ما تقدر تحمل شيء اللي ظلع مكسور ما يقدر يحمل شيء ملتفت أو لا ملتفت قالت اجعلي فراشي في وسط الدار فإني أشتهي أن أسمع صوت بلال آخر مرة أريد أسمع صوت بلال لأنه يذكرني بوالدي وصلوا الخبر إلى بلال والزهراء في وسط الدار صعد بلال يؤذن فلما سمع الصوت بلال حنت وأنت وبكت ورفع صوتها أبتاه يا رسول الله اسمك على المنائر ورسمك في المقابر ثم وقعت مغمن عليها الناس ركضوا لبلال قالوا يا بلال اقطع الأذان لقد ماتت بنت رسول الله فبلال قطع الأذان فلما أفاقت سألته أن يكمل الأذان هاي قضية لبلال ما أدري بعد ما أكمل الأذان قال سيدتي أنا أخشى عليك أنا أخاف عليك تموتين وطلع بلال من ذاك اليوم ترك الأذان وخرج إلى الشام فبقى في الشام فترة إلى أن رأى رسول الله في المنام يقول له يا بلال هذا حتى أنت هجرت ابنتي فاطمة بلال شد حزامه وأخذ الراحلة وجاء يطوى الليل بالنهار إلى أن وصل إلى المدينة فراح مباشرة إلى بيت الزهراء هذا البيت العظيم اللي رسول الله ما يدخله إلا أن يستاذين يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب أما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر الخطاب أفهل در المسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصاب عتبي على الأعتاب أسقط محصن فيها ومن هالت لذاك تراب يجي سليم بن قيس يسأل سلمان الفارس المحمدي قال سليم قلت يا سلمان صحيح هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذرأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا تصيح أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني وعسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محصن يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب جلباب يعني لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيله لابو قالي فكر يا الباب اشدت شوين محصن صقط يا الباب يوم العصرة والزهرة الزجية فوصل بلال إلى بيت الزهرة فرأى الحسن والحسين واقفين على الباب لكن هيئة خاصة كان منكسرين لابسين حسين ثياب سود الإمام الحسن كذلك فسلم عليهما بلال قال سيدي استأذنالي أريد أدخل أسلم على أمكم فاطمة فبكى الحسن الحسين قال يا بلال عظم الله لك الأجر لقد ماتت أمنا فاطمة ما موجود الآن خلص فأقول أحبتي قالت لأسماء هذه الكلمة أنا هذه أقرأها لقضاء الحوائج بصراحة هذه مجربة وهدية لكم واليوم الجمعة هذه المصيبة لما أقرأها فيها قضاء حوائج كبرى وحق الزهراء كل حوائج كن مقضية إن شاء الله الله تبارك وتعالى هو يقضي الحوائج ببركات الزهراء وهي تقضي الحوائج أيضا هي أم الحسن والحسين فقالت لها يا أسماء أنا داخل في حجرة هذه أصلي نوافلي وردي ناديني إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم وأنتوا لاحظوا يعني المرأة في البيت لما تكون شابة وأولادها صغار بعدهم أطفال مصيبتها مصيبة كبيرة كبيرة مصيبتها يرجع زوجها إلى الدار يشوف الدار يشوف الدار وحشة الأولاد واحد يعين على الثاني ينظرون هنا أمنا كانت تصلي هنا أمنا كانت تأكل معانا هاي حجرتها هذول ملابسها ينظرون لها يبقون الشكل ما يدون الآن هذه أقولها لكم أحبة تقولوا أسمى دخلت فاطم رح ندخل بالمصيبة شوف بارك الله فيكم وبعد نقرأ زهراء لها مصائب كثيرة وليلة الختام نقرأ مصيبة كبيرة للزهراء المجلس مستمر بعد ثلاث ليالي بارك الله فيكم شوف القصة وين هنا تأتي تقول أسمى دخلت فاطمة إلى الحجر بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن إذن قطع صوت فاطمة ناديتها يا زهراء ما أجابت يا أم الحسن والحسين ما أجابت دخلت دخلت عليها الحجر وإذا بفاطمة ممدد نحو القبل والرداء على وجهها فتحت الرداء وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا فقلت لها يا بنت رسول الله أبلغي أباك عن السلام يا زهراء بينما أنا كذلك وإذا بالحسن والحسين رجع إلى الدار أول سؤال سعلني الحسين والحسن أسمى أين أمنا فاطمة كل يوم ندخل نشوف أمنا أمام عيوننا ليش اليوم موجودة قلت لهما إن أمك ما نائمة قال أسمى وما ينيم أمنا في هذا الوقت هذا ليس وقت نومها إنما هو وقت عبادتها فجئت بطبق الطعام وضعته بين يدي الحسن والحسين على أمر الزهراء قلت لهما أكلا يا قرة عيني رسول الله تقول نظرت إليهما أطرق برأسيهما إلى الأرض وبكيا قال أسمى ما الذي جرى من أين علمتي أننا نأكل وليست معنا أمنا فاطمة كل يوم نأكل مع أمنا لماذا اليوم وحدنا فانفجرت بالبكاء أقبل الحسين مهرولا إلى الحجرة جلس عند رئيس أمه أن يتصدع قلبي أمه كلميني قبل أن تنصدع مرارتي حركها وإذا بها ميت صاح أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة أجل الإمام الحسن سلام الله عليه جلس عند رأسها يقبلها الإمام الحسين جالس عند رجلي أمه يقبل رجليها يقبل أقدامها تقول أسماء والله لقد كسر قلبي الحسين رأيته يقبل قدمي أمه ويقول أمه كلميني قبل أن أموت قلت لهما اذهبا إلى أبيكما علي وأخبراه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللي يدخل الحروب يدكها دكا بقدمه لكن لما سمع موت الزهراء وقع في المسجد مغمن عليه جاء إليه بشيء حسن الحسين يبكيان سعلهم الأصحاب ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله قال لا وليس قد ماتت أمنا فاطمة فجاء أمير المؤمنين وجلس عند رأسها بأبي وأمي حملها على المختصر يقول كانت كريمة ميمونة كلما أردت جانبا انقلبت إلى الجانب بينما هو يغسلها بأبي وأمي إذ انتحى ناحية وأجهش بالبكاء أسماء تقول قلت له سيدي أنت تعلمنا الصبر قال يا أسماء لقد رأيت ظلعا من أضلاع فاطمة مكسور ثم ثم راح ودفنها في الليل وما حضر الدفن الحسن والحسين والفضل بن العباس والعباس مو أكثر من ذلك بعض الأخبار سلمان وأبو ذرك ليس أكثر من ذلك لأنها منعت بأبي وأمي أن يحضر أحد من هؤلاء الذين ظلموها يحضر أحد إليه وقالت أبو الحسن إذا دفنتني تعهد قبري بتلاوة القرآن والإمام يرى المؤمنين يتكلم مع رسول الله هذا يأتي إن شاء الله يأتي هذا الكلام بإذن الله يا رسول الله هذه استرجعت الوديعة الوديعة استرجعت لكن مكسور الظلع وأثر الضرب على عينها يا رسول الله استخبرها الحال أحفها السؤال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا كان يمنعوها حتى عن البكاء على أبيها رسول الله حتى عن البكاء كان يمنعوها فهومت عيناه بالنوم وهو يقرأ القرآن وإذا الزهراء تقول له أبا الحسن ارجع إلى البيت ارجع إلى الدار فإن الحسن والحسين وزينب استيقظوا هذه الساعة ورأوا الدار خالية مني ومن واستوحشوا لذا فجاء أمير المؤمنين فتح الباب وإذا زينب واقف وراء الباب تقول له باب يا نور عيوني يا أبتا يا نور عيني لا أنت ولا أمنا فاطمة احنا وحدنا يا قلوب يا قلوب ذوب وهي ليدامري يا قلوب ذوب وهي ليدامري علي المات وتصرخ يظلغي بسم الله الرحمن الرحيم أم من يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشب السوء أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشب السوء أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشب السوء عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بارك الله فيكم أنا كل ليلة أخذ وقت الملة اللي يقرأ الله يبارك فيه يمكن ملة قحطانه الليلة يقرأ ما أدري الله يبارك فيكم فأنا أعتذر يعني بس هو الوقت كله خدمة لهم ونور اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان أو إلى على ابن المات عضشان ولعبت عليه الخيل ميدان أنا الوالدة يحسيني يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني اسعدني على ابني يلتحبني أريد صوتك يوصل للزهراء ويتسمعك لما تصيح لبيك يا حسين عشر مرات بصوت حزين عالي بارك الله فيكم بارك الله بهذه الوجوه الطيبة لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين أعلى لبيك يا حسين لبيك يا حسين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليه وحافظه وقائده وناصره ودليله وعينه حتى تسكنه أرضك طوعه وتمتعه فيها طويله برحمتك يا أرحمة الرحيم